وزارة الصحة وموضوع جدري القرود اللي الكلام دلوقتي بقى يا طارى جدري القرود هيتحول من مجرد مرض وارد أو وباء ممكن يوصل لجائحة زي اللي احنا عانينا منها في كورونا ما نقدرش نقول ان كورونا انتهت بالعكس احنا لغاية دلوقتي عملين نقول للي ما خدش اللقاح لازم تاخدوا اللقاح لا ربما يحصل تاني تنتشر تاني نسبة الإصابات والوفيات ترجع تزيد تاني وزارة الصحة بتقول لنا انه ما فيش احتمال انه هو يبقى جائحة زي كورونا ودي نشكر ربنا الحمد لله ان ده مش وارد لكن الموضوع مش بسيط الموضوع بينتشر ببعض السلوكيات او الامور اللي لازم نعرفها عشان ناخد بنا منها الفوط البيضات الملايات الحاجات اللي هي يعني ممكن واحد مريدي يبقى نايم عليها او مكان الطفح الجلدي يحصل الفيروس او المكروب يكون موجود على سطحها وحد تاني نام عليها او يستخدم نفس الفوطة كلام ده كله بينقل او الحاجات دي بتنقل جدري الارود اللعاب بينقل جدري الارود الرزاز عن طريق الجهاز التنفسي العطس الكحة الحاجات دي في وش بعض برضو بينقل جدري الارود اللمس باي شكل ما بشكل مباشر على الطفح الجلدي اللي موجود على الجلد واحنا قلنا بحتى مبارح كن نتكلم على ان فراحة اليد كده بتطلع زي بقليل كده مليانة من جواها مية بشكل غريب زي حويصلات اللي بيلمسها برضو الحاجات دي بتنقل جدري الارود الحاجات دي لو احنا اخدنا بالنا منها يعني يبقى مش هيبقى في عدوى ومش بتنتقل على مسافة كبيرة في الهوى يعني لو شخص في مكان واحد تاني بعيد عنه وهو مصاب مش هتنتقل لكن الامور دي هي اللي لازم نكون حاضرين منها اللمس المباشر سواء للشخص او للحاجات اللي بيستخدمها الشخص المصاب بشكل مباشر